من من كلنا يعرف الفيسبوك؟ هو أكبر شبكة تواصل اجتماعي حاليا في العالم لكن عيبه الوحيد أنه لا يتيح ربح المال عن طريقه مثل ما تفعل منصة يوتيوب طبعا هذا في الماضي فمنذ يوم أمس أعلنت شركة الفيسبوك عن إحداث منصة أعلانية جديدة ستمكنك من ربح المال عن طريق صفحتك الشخصية عبر فيسبوك في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة الربح الجديدة الخاصة بالفيسبوك ما هي الشروط وكيف يمكن لك أن تحقق الدخل عن طريق الفيديوهات الخاصة بك الإجابة على ذلك بعد الفاصل تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبه الأعزاء أهلا بكم أكيد أنكم عند بحثكم عن طرق الربح من الفيسبوك ستجدون في جوجل عديد الشروحات والدروس التي تتكلم عن الربح من الفيسبوك وأيضا دروس عبر اليوتيوب تتحدث عن الربح من الفيسبوك فلو فتحت هذه الدروس ستجد أنها تتكلم عن الفيسبوك كطريقة وسيطة للحصول على ترافك للربح وليس الربح من الفيسبوك بطريقة مباشرة أما اليوم فسنتكلم عن الربح من الفيسبوك بطريقة مباشرة حيث أعلن الفيسبوك عن إنشاء منصة جديدة اسمها فيسبوك فور ميديا هذه المنصة ستمكنك إن شاء الله من الربح عن طريق صفحتك الشخصية عبر الفيسبوك طبعا هناك عديد الشروط لتحقق الأرباح عن طريق الفواصل الإعلانية الخاصة بالفيسبوك أولا لتأكد من أن صفحتك يمكن أن يقبلها الفيسبوك لإنشاء الإعلانات سأترك لكم طبعا كل الروابط التي تحتاجونها أسفل الفيديو فيكفي الدخول على هذا الرابط الخاص بالفيسبوك سيقوم الفيسبوك أوتوماتيكيا باختيار الصفحات التي أنت مدير لها لست فقط مجرد معلن بل يجب أن تكون مدير لتلك الصفحة فسيقوم باختيارها هنا مثلا أمامنا مدونة الأرباح يقول لي أن هذه الصفحة غير مهيئة للربح من الفيسبوك إذن أول شرط وهو شرط موجود عندي أن يكون بصفحتك أكثر من عشرة آلاف متابعة يعني أن تمتلك أكثر من عشرة آلاف لايك في صفحتك عبر الفيسبوك وهذا أراه شخصيا شرطا سهلا أما الشرط الثاني وهو الأصعب حسب رأي أن تحصل في آخر شهرين على أكثر من ثلاثين ألف مشاهدة للفيديوهات الخاصة بك هذه المشاهدات يجب أن تكون في فيديوهات يعني أن تكون لتحتسب هذه المشاهدات يجب أن يكون طول الفيديوهات أكثر من ثلاثة دقائق وأن يكون كل مشاهدة قد شاهدها بأكثر من دقيقة يعني لكل فيديو يتجاوز ثلاثة دقائق يجب أن يكون أكثر من دقيقة شاهده البستخدم كي تحتسب مشاهدة فعند الوصول إلى 30 ألف مشاهدة فعندها ستحقق الشرطة الثاني عن طريق الربح من الفيسبوك عن طريق هذه الفيديوهات فطبعا في هذه الفيديوهات ستستخدموا لاحقا في عرض الأعلانات تقريبا مثل اليوتيوب ولكن أرباح ستكون أكبر من اليوتيوب لأنه حسب التصاريح الخاصة بالفيسبوك ستكون النسبة الأعلانية الخاصة بكل مستخدم يعمل لترويج صفحته أو لاستخدام صفحته طبعا للإعلان الخاص بالفيسبوك فستكون نسبة أرباح ستين بالمئة نحن نعلم أنه الأرباح التي يقدمها لنا يوتيوب هي أربعون بالمئة إذن يعني منافسة شارسة من موقع فيسبوك لموقع يوتيوب بالنسبة للمنصة الإعلانية الخاصة بالفيديو طبعا الشرط الثالث وهو أن تكون يعني قابل للشروط الخاصة بالفيسبوك يعني مثل شروط حقوق الملكية وما تبعه أن يكون محتوىك فيه نوع من العنف وإلى غير ذلك فهذا أيضا شرط سهل ولكن الشرط الرابع هو يعني للأسف أنه حاليا يعني البروجيكت يعني جديد فهو غير متاح في كل دول العالم حاليا موجود في دول معينة لو قمنا بالنزول أسفل سيقول لنا الدول التي يعني يقبلها حاليا هنا لو قبنا بدخول لنرى الدول التي يمكنها تحقيق الدخل حاليا هناك يعني أمريكا يعني المملكة المتحدة أستراليا نيوزيليندا وأرلندا واللغات المقبولة حاليا هي الإنجليزية اللغات التي سيقبلها لاحقا هي الإسبانية الفرنسية البرتغالية التايلندية والألمانية وطبعا سيضيف كل هذه الدول لاحقا مثل دول ألمانيا والبرتغال وفرنسا وغيرها بالنسبة لبقية الدول مثل دولين العربية حسب الإشعاعات الخاصة في الفيسبوك فإنه بداية من بداية سنة 2019 سيبدأ البروجيكت يعني بنسبة 100% في كل دول العالم وكل دول العالم يمكنها طبعا أن تحقق الربح عن طريق الفيديوهات الخاصة بها في الفيسبوك كيف سيكون الربح عن طريق الفيسبوك فهو عن طريق وضع الأعلانات على الفيديوهات الخاصة يعني لاحظوا معي هذا الفيديو هنا أدس يعني مثل ما رأيتم هذا الفيديو والأدس الذي مر يعني فهذه صفحة عالمية كبيرة جدا يعني بدأ فعليا وضع الأعلانات في هذه الفيديوهات لأدري ما علاقة يعني الفيديو الخاص برئيس الوزراء التونسي بهذا الأعلان ولكن على كل حال أردت أن أريكم يعني كيف تعرض الأعلانات في الفيديوهات ستكون بتلك الطريق يعني فيديو صغير في أول فيديو وأيضا ستكون بطريقة البانر أيضا في الفيديو من أسفل البانر يمكن إزحتها مثل البانرات التي تراها في اليوتيوب هذا هو درسنا لهذا اليوم أتمنى أن الدرس قد نال أعجابكم كل التوفيق والحب لكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة